قتل العشرات من ميليشيات الحوثي إثر غارات لمقاتلات التحالف العربي في محافظة الحديدة غرب اليمن فيما تواصل القوات الشرعية من تحرير مساحات واسعة ومواقع استراتيجية في محافظة صعدة جنوب اليمن تواصل القوات الشرعية بإسناد من طيران التحالف العربي تحقيق أهدافها بدقة عالية وتلحق الهزام بالميليشيات الإنقلابية المدعومة من قبل إيران في محافظتي صعدة والحديدة ففي آخر غارات لمقاتلات التحالف العربي قتل العشرات من الإنقلابين في مديرية التحيتة بمحافظة الحديدة قربية اليمن واكدت مصادر عسكرية يمنية أن المقاتلات دمرت أيضا أتادا عسكريا للميليشيات المدعومة من قبل إيران وأما في محافظة صعدة جنوب اليمن لقيا 15 إنقلابيا مصرعهم في جبهة رازح شمال غرب المحافظة من بينهم قائد ميداني إثر غارة لطيران التحالف على تجمعاتهم في جبل الأزهور الاستراتيجي واكدت مصادر عسكرية أن الجيش اليمني تمكن من السيطرة على عدة مواقع للميليشيات في إطار خطة عسكرية تهدف لتحرير المديرية بالكامل مضيحة أن 27 كم تفصل القوات اليمنية عن منطقة مران معقل التمرد الأول فيما تتكبد الميليشيات الإنقلابية مزيد من الخسائر وتواصل زرع الألقام في المناطق الآهلة بالسكان لتوقع ضحايا من المدنيين حيث قتل ثلاثة أشخاص في انفجار لغم زراعته الميليشيات الإنقلابية قبل طردها من مديرية حيس بمحافظة الحديدة قرب اليمن بينما قضى صيادا إثر انفجار لغم آخر في منطقة بالع التابعة لمديرية الدريهمي في الحديدة هذا واكلت منظمة حقوقية أن ميليشيات الحوثي قامت بزراعة أكثر من 500 ألف لغم مؤكدة أنها لا تزال تستخدم الألقام بشكل كبير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر